الأطراف المتحاربة السودانية توقع على اتفاق مبدئي في مدينة جدب السعودية الاتفاق الذي وقع عليه ممثل القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع ليس وقفاً لإطلاق النار ولكنه إعلان التزام بحماية المدنيين في السودان شددت الأطراف المتحاربة على أن مصالح الشعب السوداني أولوية واتفقت على السماح لجميع المدنيين بمغادرة المناطق المحاصرة في الإعلان وأكد الاتفاق سيادة السودان ووحدته ورحب بجهود الوساطة من الدول الأخرى كما دعا إلى وقف جميع الهجمات التي تضر بالمدنيين ويلتزم الطرفان بالعمل من أجل وقف إطلاق نار قصير الأمد وجدولة مناقشات موسعة لاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية ترجمة نانسي قنقر